نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة لعدد من الأسر لمشاركتها احتفالاتها بمناسبة ديوالي ورأس السنة الهندية ونقل سموه تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لأسر ثاكير وفاديا وأسبروتا وباتيا وكيلورام كما قدم سموه تهانيه بهذه المناسبة وقال سموه إن مملكة البحرين تسير على نهجها الثابت الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بترسيخها لقيم ومبادئ التسامح والتعددية الثقافية ما جعل منها أنموذجا حضاريا متميزا على كفة الأصعدة وأضاف سموه أن هذه القيمة الإنسانية النبيلة شكلت هوية المجتمع البحريني الأصيل والتي عززت من التواصل الثقافي والإنساني والتآلف بين أفراد المجتمع الواحد بما يعود بالنماء على نهضة الوطن وتقدمه مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين ومساعيها الدؤوبة إلى تكريس ثقافة السلام وذلك من خلال مبادراتها الرامية إلى نشر قيم التسامح والوسطية بين مختلف الشعوب وخلال الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عيسى بن سلمان أشاد سموه بالدور الذي تقوم به هذه الأسر وإسهاماتها في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بما يرفض مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة وما تحرص عليه من التواصل مع الجميع من جانبها أبدأت الأسر اعتزازها بهذه الزيارات التي تؤكد على تعزيز قيم التواصل والترابط بين أفراد المجتمع وشيدين باهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحرص سموه على مشاركتهم وتهنئتهم بهذه المناسبة وما أبداه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة من مشاركة طيبة جسدت قيمة نبيلة للمجتمع البحريني متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة